موسيقى سلام المسيح وربي بارك حياتكم تحية عراقية إليك وينما بتكون نعم اطرب هاليوم رح نتأمل من شخصية من شخصيات الميلاد اللي هم المجوس نفتح انجيل متى أصحاح الثاني مكتوب ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك إذا مجوس من المشرق قد جاءوا إلى أرشليم قائلين أين هو المولود ملك اليهود فإننا رأينا نجمه في المشرق واتينا لنسجد له فلما سمع هيرودس الملك اضطرب وجميع أرشليم معه شخصية من شخصيات الميلاد الغير متوقعة في المشهد هم المجوس والكتاب المقدس مدهشين كثير عن هذول الأشخاص غير انهم انهم جايين من المشرق وعدهم هدايا وديدورون عن الملك أغلب الصور اللي عدنا انهم هم ثلاث أشخاص لكن هذا مو الحقيقة بصراحة بسبب دنحدد العدد الأشخاص على أساس كمية الهدايا وذا تتذكرون الهدايا كانت ذهبا ولبان ومر الذهب بيرمز للألوهية وللأمجات وبيرمز أيضا للملك المسيح هو ملك الملوك لا يوجد شخص بيولد ملك كل الملوك بيولد أول شيء ومراء بعدين بيصيروا ملوك لكن المسيح فريد بهذا النوع هو مورثها هو كان الملك والمسيح هو في المذوت اتعرف عليه أنه هو الملك بمكان متواضع هو الملك هو الملك حتى بهذا الوقت النقطة الثانية أنه من جابولا اللبان اللبان هي نوع من أنواع العطور أو البخور اللي كانت تقدم في العبادات والصلوات كان هذا الدور رئيس الكهنة وهذا أعلان ثاني عن من هو المسيح المسيح هو رئيس الكهنة هو رئيسنا في العبادة أيضا النقطة أو الهدية الثالثة هي المر من اسم دايدل على المرارة والعذاب وهم القصد مننا بنشوف العذاب والموت اللي المسيح راح يمر بي هذول الأشخاص يجوي من بلاد بعيدة للمسيح وأكرموا وسجدوا أمامه مع الألم من راحة وأنه هيروليس ما سجدوا أمام هيروليس لكن أمام المسيح وما سجدوا وما فعله أنطوا مكانتا الحقيقية أنطوا للمسيح مكانتا الحقيقية أنت أهم أن تقدر تجي اليوم للمسيح وتكرمه وتتوجه المسيح ملك على حياتك هاليوم المسيح هو مستحق أن يكون الملك على حياتك هو عمل كل الأشياء المطلوبة على مد يملك على حياتك وتكون أنت ابن وتكون أنت بنت لملك الملوك ورب الأرباب رب يبارككم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر